السلام عليكم أعزائي المتابعين معكم المهندس ياسين اسماعيل من قناة عربيتك راح نحكي بفيديو اليوم عن المعادلات في اكسل بداية أنا عندي ملف الاخسل يحوي على علامات بعض الطلاب وهنه الخمس طلاب في مادة الرياضيات والفيزياء والكيمياء بدي أحسب لهم المجموع والمعدل طبعا هذا مثال بسيط بالحالات الطبيعية بيكون عندنا ألف طالب أو حتى 700 أو 800 لذلك أنا بدي أتعلم كيف ممكن قوم بعملية جمع لهذه العلامات أو حساب المعدل لحتى نحن نقوم بعملية الجمع راح نذهب إلى أول مستطيل خاص بالطالب أحمد سعيد راح قوم بجمع علامة الرياضيات والفيزياء والكيمياء عن طريق تحديد المستطيل ومن ثم كتابة يساوي وكذلك اسم الخلايا بناء على الأسطر والأعمدي يعني علامة الرياضيات واللي هي 92 هي نفسها بي 2 أما جبران مرتضى بي 3 بي 4 وهكذا أما الفيزياء سي 2 سي 3 والكيمياء دي 2 دي 3 فرح قوم بتحديدها على الشكل التالي واللي هي بي 2 زائد سي 2 زائد دي 2 بهذا الشكل ومنلاحظ أنه اكسل تلقائيا عم بيقوم بتحديد المستطيلات اللي أنا عم أدخله هون وبالضغط على زر انتر راح يقوم بعملية الجمع وميتين واثنين وتلاتين هي فعلا مجموع الأرقام الثلاثة أما بالنسبة للطالب جبران مرتضى كذلك بنفس الأسلوب يساوي بي 3 زائد سي 3 زائد دي 3 والضغط على انتر فرح يقوم بحساب المجموع ولكن هذه الحالة غير صحيحة بالنسبة لملف يحوي على 700 طالب رح نبدأ بالخطوة الثانية من التحسين بالنسبة للطالب سليمان محمد رح قوم بكتابة الرمز يساوي ومن ثم حدد الخلية اللي بدي يجمعها واللي هي بي 4 بهذا الشكل ومن ثم اضغط على الرمز زائد واللي هو شيفت وعلامة اليساوي وحدد الخلية الثانية بهذا الشكل وأوضع إشارة الزائد ومن ثم اضغط على الخلية الثالثة فرح تظهر بهذا الشكل إشارة الآن مع اسم العامود وبالضغط على انتر رح يقوم بجمع العنصر لذلك في حال وجود ملف بأعداد كبيرة من الطلاب أنا رح قوم بعملية اختصار للمعادلة بداية نحن لازم نعرف شو هو الشيء المشترك في جميع الخلايا الخاصة بالمجموع وليكن نحن عنا هذه الخلية فمنلاحظ أنه بيظهر العنصر هون وهو بي 2 و سي 2 و دي 2 وهذا هو العنصر هون واللي هو الكيمياء والفيزياء والرياضيات نفس الآلي و نفس المعادلة بخلاف بقية الخلايا فلما نحددنا على هي الخلية ظهر الرقم 72 منلاحظ أنه المشترك ما بين خلايا المجموع في هذا العامود بشكل كله هو انه دي و سي و بي نفسه عم يتكرر ولكن الفرق بالترقيم واللي هو اتنين ثلاثة اربعة خمسة فرح قوم بحذف هذه القيم وحافظ على القيم بي اتنين سي اتنين دي اتنين وقوم بالذهاب الى خيار المربع الموجود هون وعن تحول اشارة الفأرة الى اشارة الزائد رح اضغط عليها واسحب فيها الى الاسفل حتى نهاية الجدول فرح يقوم بتكرار نفس المعادلة مع تغيير الارقام يعني هون بي اتنين سي اتنين دي اتنين منلاحظ امه صارت ثلاثة اربعة خمسة ستة بهذا الشكل الان انا قمت بحساب المجموع كيف ممكن احسب المعدل والمعدل هو عبارة عن المجموع على عدد المواد اي نكتب اشارة اليوساوي ومن ثم اي اتنين على اشارة السلاش تمثل القسم في برنامج اكسل الرقم ثلاثي وبالضغط على انتر رح يحسب ليه المعدل وبالذهاب الى اشارة المربع الموجودة هون وسحبها الى الاسفل رح تظهر بهذا الشكل الان بالنسبة للبيانات الناتجة واللي هي المجموع والمعدل انا احتجد بالمستقبل اني عدل علامة الطالب بشير محمد واللي معدله ستة وستين فاصل ستة في علامة لرياضيات من اثمانة وخمسين الى تسعين اثنين وتسعين فهل سيتعدل المعدل والمجموع نعم وبالضغط على انتر رح حنلاحز ان المعدل انتقل من ستة وستين الى ثمانة وسبعين والمجموع تغير الى ميتين واربعة وثلاثين وهذه ديناميكية برنامج اكسل يعني اي تعديل في القيم المدخلي للمعادلة الموجودة هون او هون رح يتم التغيير على الناتج مع العلم انه المعادلة هي غبارة عن صيغة رياضية لانجاز عملية حسابية فانا جهزت لكم جدول هون بهذا المكان رح يفهمكم شو هي المعاملات الحسابية في المعادلات ضمن برنامج اكسل واللي هي ذاتة موجودة في الرياضيات الجمع والطرح والضرب والقسمي اما هذه الاشارة فهي باقي القسمي يعني انت في حال عم تحسب راتب موظف وعندك هون الراتب الصافي وبدك تحسب باقي قسمته على الرقم ثلاثي فبتقوم بكتابة الخلي اللي بدك ياها هو اشارة النسبة المئوية الموضحة هون ثم الرقم الثاني فرح يحسب لك باقي قسمة الخلية الاولى على الخلية الثانية هدول بفيدو جماعة المحاسبة اما الخيار الاخير فهو اوس اي اثنين اوس ثلاثي فهو ذاته هذه الاشارة ونحصل على اشارة النسبة المئوية بالضغط على زر شيفت ومن ثم الرقم خمسي اما اشارة الاس فنحصل عليها بالضغط على شيفت والرقم ستي اما بالنسبة لمعاملات المقارنة فهي معاملات منطقية جوابها ونتيجتها اما ترو او فولس وهي اشارة اليساوي ومجموعة من الاشارات واللي هي اكبر اصغر اكبر او يساوي اصغر او يساوي في حال كان اكبر او اصغر ورح اظهر لكم النتيجة بشكل مباشر الان رح قوم بتوسيع الجدول الى اليمين قليلا ليظهر معنا عامود جديد واقوم بمقارنة المجموع واللي هو ميتين واثنين وثلاثين بعد كتابة الرمز يساوي واللي هو اي اتنين رح اعرف اذا هو اصغر من دي اتنين بهذا الشكل وبالضغط على انتر رح تكون النتيجة فولس وبشكل مشابه جميع معاملات المقارنة رح تظهر بهذا الشكل اي true او false اما بالنسبة للمعاملات الخاصة بدمج النصوص واللي هي اشارة الان فنحصل عليها بالضغط على shift ومن ثم الرقم 7 في حال انت كان عندك طالب احمد سعيد وجبران مرتضى هذه بيانات نصية ليست رقمية بدي اجمع هذه الخلية مع هذه الخلية كيف ممكن نقوم بهذا العمل منلاحز انه اسم الخلية اتنين اما هون اتلاتي فبكل بساطة رح اذهب للعامود الجديد ومن ثم اوضع اشارة اليوساوي بتمنى منكم تركزوا على اشارة اليوساوي لانه بتفهم برنامج اكسل انه نحن عم نكتب معادلة فرح قوم بكتابة A2 ومن ثم اشارة الان ومن ثم A3 فرح يقوم بجمع القيمة الموجودة في الخليتين A2 و A3 ليكون الناتج بعد الضغط على انتر احمد سعيد جبران مرتضى واللي هنن اسماء الطالبين الاول والثاني فهذا المعامل الخاص بالمصوص اي بالبيانات النصية وهيك منكن وصلنا لنهاية فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم في حال وجود اي استفسار حطوا نياه بالتعليقات وما تنسوا تدعم القناة بالضغط على ازرار الشير والشكر واللايك والاشتراك تابعونا بالفيديوهات القادمة بحلقات وافكار تاني الى اللقاء